موسيقى خلال لقاء مسؤولي شركة السالس العالمية مدبولي يؤكد أن توطين صناعة السيارات على قمة أولويات الدولة بعد دعوة الصدر الأنصري بالانسحاب رفع حضر التجوال في جميع أنحاء العراق والقادمي يجدد دعوته للحوار بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصل كييف واحتدام المعارك بين الجيش الروسي والقوات الأوكرانية بخيروسون وميكلييف الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرينيتشن نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصافة مدبولي أن الدولة تضع مسألة توطين صناعة السيارات على قمة أولوياتها وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأشار مدبولي خلال اجتماعه بمدينة العالمين الجديدة مع مسؤولي شركة ستيلانتس العالمية المتخصصة في تصنيع السيارات إلى أن الدولة منفتحة لمناقشة وتسهيل أي إجراءات في سبيل المضي قدما في تنفيذ استراتيجية تنمية صناعة السيارات وخلال الاجتماع أشار مدبولي إلى ما شهدته مدينة العالمين من مشروعات لتطوير البنية التحتية في خطوة استهدفت إعداد المدينة لأن تكون مركزا صناعيا وتجاريا منوها ببدء إنشاء المنطقة الصناعية وقال مدبولي أن تطوير مدينة العالمين يأتي بالتوازي مع تطوير البنية التحتية واللوجستية في منطقة شرق بورسعيد التي ستكون منطقة واعدة ومركزا إقليبيا لتصنيع السيارات من جانبه قال ممثل الشركة العالمية إن مصر تتمتع بميزة تنافسية فيما يتعلق بتكلفة العمالة والكهرباء كما تم استعراض خطة الشركة للاستثمار في مجال الصناعات المغذية للسيارات في مصر وفي ختام الاجتماع أشادم رئيس الوزراء بالدراسات المقدمة من قبل الشركة موجها وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لهيئة الاتثمار بضرورة التواصل المستمر مع مسؤولي شركة سيلانتس لمتابعة تطور توسع أنشطة الشركة في مصر وتذليل أي عقبات نقطة واجههم وشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة الاتثمار والمناطق الحرة وشركة سيلانتس العالمية المتخصصة في تصنيع السيارات وذلك لا توسيع نطاق التعاون قائم بين الحكومة المصرية والشركة في مجال تصنيع السيارات كما تأتي المذكرة للدراسة قيام الشركة العالمية بدخل استثمارات إضافية وزيادة الطاقة الإنتاجية في مصانع الشركة العربية الأمريكية للسيارات والتي تمثل نموذجا ناجحا لتكامل الاستثمار الصناعي الوطني والأجنبي منذ أكثر من 45 عاما وصلت وزارة الداخلية حملتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 490 قضية تنمينية بمضبطات 179 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلعي على السلع المدعومة تم ضبط 49 طن كما تم ضبط 70 طن أسمنت وحديد تسليح في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء وفي مجال عدم الإعلان على الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 60 طن وأيضا في مجال قضايا المخابز تم ضبط 725 قضية من بينها 71 قضية خبز ناقص الوزن و62 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفة التلاعب منظومة التوريد وتداول القمح المحلية تم ضبط 10 قضايا بمضبوطات بلغت 44 طن أقماح محلية إلى تطورات الملف العراقي ساد الهدوء في العاصمة العراقية بغداد وخاصة في المنطقة الخضراء وعادت الحركة المرورية إلى طبيعتها بعد كرار برفع حظر التجوال هذا وقد وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاظمي بفتح الجسر المعلق وسط بغداد بينما أعلنت قيادة عمليات بغداد فتح جميع الطرق المغلقة في العاصمة في وقت سابق أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق رفع حظر التجوال في العاصمة بغداد وفي المحافظات الأخرى بعد فرضه يوم أمس على واقع الاشتباكات وأعمال العنف التي شهدتها المنطقة الخضراء في بغداد وفي بعض المحافظات الأخرى كان زعيم الطيار الصدري مقتدى الصدر قد وجه كل ما شدد فيها على ضرورة انسحاب طيار الصدري من أمام البرلمان العراقية وأعرب صدر عن حزنه لما يحدث في العراق وأقدم أتظاره للشعب العراقي عامل ما حدث لا زلت أؤمن أن التيار منضبط ومطيع ولذلك خلال ستين دقيقة إذا لم ينسحب حتى من الاعتصام أمام البرلمان فأنا أبرع حتى من التيار مظاهرات سلمية ماشي لا مو ماشي حتى مظاهرات سلمية بعد مادت شنذن بالناس من بارح العصر لليوم رعب مدافع وقاذفات وهوانات شنذن به قاعدة ببيوتها سالمة آمنة أنت تتخلص من الفساد تكتل بالناس لا مقاومة ما قبل تقام بالشوارع وبين المدن وبين البيوت بعد ثورة بدل عقلك قد رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاضيمي أن دعوة مقتدى صدر للإيقاف العنف تمثل أعلى مستوية الوطنية والحرس كذلك على حفظ الدم العراقي وأوضح القاضمي في تغريدة الله عبر صفحاتي في تويتر أن كلمة الصدر تحمل الجميع مسؤولية أخلاقية ووطنية كذلك بحماية مقدرات العراق والتوقف عن لغة التصعيد السياسي والأمني والشروع كذلك في الحوار السريع المثمر لحل الأزمات ثمن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت دعوة زعيم الطيار الصدري مقتدى الصدر لوقف العنف مطالبا الجميع في العراق بالتجاوم معها جاء ذلك في تغريدة على حساب الأمين العام لجامعة الدول العربية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر هذا وكانت تعدد تول ومنظمات إقليمية ودولية قد دعت جميع الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وتهديئة التوترات وتغليب لغة الحوار لتجاوز الأزمة الحالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وإلى هذا الخبر العاجل حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد كلاوديو ديسكاليزي الرئيس التنفيذي لشركة إني الإيطالية للبترول وعدد من مسؤولي الشركة بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير البترول والثروة المعدنية وأثرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض نشاط الشركة الحالي والمستقبلي في مصر في مجالات الاستكشاف والإنتاج وكذلك التعاون في مجال مشروعات الطاقة المتجددة إلى تطورات ملف الأزمة الروسية الأوكرانية حيث أفادت شبكة سي أن الإخبارية الأمريكية بوصول مجموعة تضم 14 خبيرا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى العاصمة الأوكرانية كييف تمهيدا لزيارة مرتقبة إلى محطة زابورجيا النووية هذا ويترأس البعث مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفييل جروسي لتفتيش المحطة وتفقد الوضع هناك وصلت تبادل الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا بالتصعيد حولها أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوفا عن أمله في أن تمضي زيارة مقررة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابورجيا النووية ومشيرا إلى أن الزيارة في مصلحة روسيا قال بيسكوفي أن موسكو تأمل في أن تثم الزيارة على النحو المتفق عليه وقد اتهم بيسكوفي الجيش الأوكراني بقصف مستمر لمحطة زابورجيا النووية ودعا الدول الأوروبية وبريطانيا لاستخدام نفوذها في كييف لمنعها من مواصلة هذه الأعمال أكد وزير الخارجية الأوكرانية ديمتري بيسكوفي أن المهمة التي تبدأها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابورجيا للطاقة النووية هي الأصعب في تاريخ الوكالة وذلك بسبب المعارك الدائرة التي تدور على مقربة من الموقع جاءت تصريحات وزير الخارجية الأوكرانية خلال زيارته إلى ستكهولم دون مبالغة ستكون بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ستزور زابورجيا هي الأصعب في تاريخ الوكالة وذلك بالنظر للأنشطة القتالية الدائرة في المنطقة إن أوكرانيا تتوقع من البعثة توضيحاً جلياً للحقائق بشأن انتهاك كافة البروتوكولات النووية والمتعلقة بالسلامة النووية نحن نعرف أن روسيا لا تعرض فقط أوكرانيا وإنما أيضاً العالم بأسره لخطر حادث نووي سيتعين على فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يوضح الحقائق ونحن في انتظار نتائج تدور معارك عنيفة في جنوب أوكرانيا حيث تشن قوات كييف هجوماً مضاداً أملاً في استعادة مدينة خرصان من القوات الروسية يأتي هذا فيما قالت روسيا أن القوات الأوكرانية قصفت مبناً لتخزين الوقود بمحطة زابورجيا للطاقة النووية زابورجيا وخيرسون وميكولايف ثلاثة عنوين بارزة لمستجدات الأزمة الأوكرانية وحديث الساعة بين موسكو وكييف وعواصم العالم التي تراقب تطورات الصراع زابورجيا تلك المنطقة التي تضم أكبر محطة نووية في أوكرانيا وأوروبا لا زالت أحد العنوين الرئيسية للأزمة وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين الأساسيين روسيا وأوكرانيا وفي أحدث التطورات اتهمت موسكو القوات الأوكرانية بإصابة مبنى تخزين الوقود النووي خلال قصفها للمحطة النووية وتقول روسيا إن الأوكرانيين يريدون تنفيذ عمل إرهابي في المحطة يسفر عن تلوث إشعاعي في المنطقة ويصيب أوروبا بينما يرد الأوكرانيون بأن روسيا تحاول ابتزاز الغرب أما خيرسون تلك المدينة الأوكرانية الواقعة جنوبية البلاد فتشهد معارك كثيفة بين القوات الأوكرانية والجيش الروسي على وقع هجوم مضاد تشنه كييف وتم الأعلان عن تدمير عدد من مخازن الذخيرة التابعة للجيش الروسي فضلا عن تدمير كافة الجسور الكبرى التي تسمح بعبور الآليات نهر دينيبر وهذه المنطقة حيوية واستراتيجية للزراعة الأوكرانية لأنها تقع عند الحدود مع شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في مارس من عام 2014 موسكو أكدت أنها أفشلت الهجمات الأوكرانية في منطقتين خيرسون وميكولايف ويتعذر التحقق من التأكيدات الأوكرانية والروسية من مصادر مستقلة نحو مائة يوم على اندلاع الأزمة الأوكرانية الروسية ولا يزال الصراع مستمرا ما بين محاولات روسية لتحقيق أي انتصارات على الأرض واستماتة أوكرانية في مواصلة الصمود بينما العالم يدفع ثمنا باهظا لتداعيات هذا الصراع دعا الرئيس الأوكراني فولودامير زلانسك القوات الروسية للفرار من مواجهة قوات بلاده في مدينة خيرسون وتعهد زلانسك بأن تلاحق القوات الأوكرانية الجيش الروسية حتى الحدود تقوم قواتنا المسلحة والمخابرات بعملها أنا متأكد من أنكم جميعا تفهمون ما يحدث وما الذي نقاطر من أجله وما نسعى إليه إننا عازمون على استعادة خاركيف ولوهانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون وأيضا شبه جزيرة القرم سيحدث هذا هذه أراضي أوكرانية أي شخص يريد أن يعرف ما هي خطتنا بالتأكيد لن تسمع تفاصيل من أي شخص مسؤول لأن هذه حرب لكننا عازمون على استعادة كل أراضينا قتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وجرح سبعة آخرون في قصف روسي على وسط خاركيف في شمال شرق أوكرانيا وفقا لما أعلن رئيس بلديتها وحاكم المنطقة يذكر أن خاركيف تتعرض بانتظام لقصف القوات الروسية والتي لم تنجح في الاستيلاء عليها وتقع المدينة بالقرب من الحدود الروسية وكان عدد السكان فيها يبلغ نحو واحد واربعة من عشر مليون نسمة قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جازب بوريل أن وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي قد يتفقون من حيث المبدأ على تشكيل قوة تدريب ودعم أوروبية لأوكرانيا جاءت تصريحات بوريل خلال اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في براغ وتقوم العديد من دول الاتحاد الأوروبي بتدريب القوات الأوكرانية بشكل فردي لفترة من الوقت مما يمكنها بشكل أساسي من تشهيل الأسلحة التي تقدمها الدول الغربية إلى أوكرانيا لمساعدتها في قتالها ضد روسيا قالت وزارة الدفاع الأمريكية أن الجيش الروسي وجه صعوبة كبيرة في تجنيد متطوعين للمشاركة في العمليات العسكرية في أوكرانيا أوضحت الوزارة أن المجندين الروس الجدد غالبا ما يكونون في حالة بدانية سيئة ويفتقرون كذلك إلى التدريب كان الرئيس الروسي بلاديمير بوتين قد أمر الأسبوع الماضي بزيادة عدد القوات المسلحة الروسية بنسبة 10% أي بما مقداره 137 ألف جندي بحلول يناير القادم رجحت الاستخبارات البريطانية أن تكون معظم الوحدات الروسية في منطقة خراسون الأوكرانية تعاني من نقص شديد من عدوى ونقص عددي وتعتمد كذلك على خطوط إمداد هشة عن طريق العبارات والجسور العائمة عبر نهر دينيير ومن جهتها رجحت وزارة الدفاع البريطانية تعزيز القوات في منطقة العسكرية الجنوبية لروسيا بمكونات من القوات بالمنطقة العسكرية الشرقية مشيرة إلى أن دمج وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية والمنطقة العسكرية الشرقية يشير إلى إعادة تنظيم مهمة لقوة الروسية في أوكرانيا قال برنامج الأغذية العالمية أن السفينة الثانية من المساعدات الغذائية الإنسانية منذ العملية العسكرية الروسية غادرت أوكرانيا متجهة إلى اليمن وترجعت صدرات الحبوب الأوكرانية منذ بدء الأزمة في فبراير الماضي بسبب إغلاق الموانئ ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وتم حتى الآن تصدير أكثر من مليون طن من المواد الغذائية من خلال مبادرة البحر الأسود والتي تمت بموجب اتفاق بين أوكرانيا وروسيا والتي توسطت فيه الأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قالت شركة الطاقة الفرنسية إنجي إن شركة جاز بروم الروسية العملاقة أبلغتها بخفض إضافي وفوري لشحناتها من الغاز اعتبارا من اليوم وأشرت الشركة الفرنسية إلى أن شحنات الغاز الروسي خفضت بشكل كبير منذ بداية النزاع في أوكرانيا وبلغت مؤخرا واحد ونصف تيرا وط في الساعة فقط شهرية قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندر لاين أن الاتحاد الأوروبي سينفقه 300 مليار يورو على التحول الأخضر للتقليص الاعتماد بشكل تدريجي على إمدادات الطاقة من روسيا ومن جهته قال الرئيس الأوكراني فلودامير زيلينيسكي إن بلاده يمكنها أن تصبح أحد الضامنين لأمن الطاقة في أوروبا أزمة طاقة تزداد حدتها يوما بعد يوم وأيام عصيبة قادمة تهدد دول الاتحاد الأوروبي بلا استثناء استعدادا لتأمين مخزونات الغاز قبل حلول فصل الشتاء الرئيس الأوكراني فلودامير زيلينيسكي دخل على خط الأزمة الراهنة داعيا دول الاتحاد الأوروبي إلى تخزين الغاز الطبيعي في منشآت التخزين الأوكرانية والاستثمار في صناعة الغاز ببلاده زيلينيسكي الذي تمتلك بلاده احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي قال إن كييف يمكنها أن تصبح أحد الضامنين لأمن الطاقة في أوروبا مضيفا أن الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع أوكرانيا قادرين على منع أزمات ارتفاع أسعار الطاقة مجددا وتمتلك أوكرانيا مرافق تخزين للغاز بالقرب من حدود الاتحاد الأوروبي بحجم يزيد عن 30 مليار متر مكعب الأمر الذي شجع الرئيس الأوكراني على دعوة المستثمرين الأوروبيين للمشاركة في تطوير حقول الغاز الحالية ببلاده وإبرام العقود والاتفاقيات الثنائية لتوسيع عمليات الاستكشاف والحفر والاستخراج ثم توزيع وتصدير الغاز على جانب آخر أكدت السلطات الأوكرانية استعدادها زيادة صادراتها من الكهرباء لدول الاتحاد الأوروبي برغم الأزمة الحالية مع روسيا وقالت إنها تستطيع تصدير الكهرباء بأسعار أرخص من المتاحة حاليا في السوق العالمي ودعا زيلانسكي أيضا رواد الأعمال إلى الاستثمار في إنتاج الطاقة الخضراء والهادروجين الأخضر في أوكرانيا نظرا لما توفره البلاد من مساحات أراض شاسعة وقوة رياح جيدة وسطوح ملائمة للشمس فضلا عن اللوجستيات مثل نقل الطاقة قال المستشار الألماني ألف شالتس إن إجراءات الحكومية لضمان إمدادات الغاز خلال الشتاء جعلت ألمانيا مستعدة للتعامل مع خفض جديد للشحنات الروسية وأوضح شالتس أن ألمانيا باتت في وضع أفضل بكثير من حيث أمن الإمدادات مما كان متوقعا قبل شهرين مشيرا إلى أن برلين يمكن التعامل بشكل جيد مع التهديدات التي تواجهها من روسيا على صعيد إمدادات الغاز كشفت وزارة الدفاع الروسي عن وصول جنود ومركبات عسكرية صينية ومنغولية إلى محطة سكك حديدية في الشرق الأقصى للمشاركة في منورات فاستوك 2022 والتي تستمر حتى يوم الاثنين المقبل ومن جانبه أعلن نائب وزير الدفاع الروسي أليكزاندر فومين أن تدريبات فاستوك 2022 تحمل طابعا دفاعيا وليست مواجهة ضد دول بعينية أو تحالفات عسكرية ومن المقرر أن يشارك في التدريبات أكثر من خمسين ألف عسكري وأكثر من خمسة ألاف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية بما في ذلك مائة وأربعين طائرة وستين سفينة حربية وقارب وصف دعم أعلنت لتوانيا أنها أكملت بناء حاجز على طول حدودها مع بيلاروسيا بهدف مكفحة الهجرة غير الشرعية وبني الحاجز على شكل سياج ارتفاع أربعة أمطار وأسلاك شائكة ويمتد طوله بنحو خمسمائة وخمسين كيلو متر من الحدود المشتركة والبالغة نحو سبعمائة كيلو متر يذكر أن الهجرة غير الشرعية قد ارتفعت إلى لتوانيا في هذا العام وتمكن من عبور الحدود من بيلاروسيا ما يقرب من أربعة ألاف ومئتي مهاجر معظمهم من الشرق الأوسط وإفريقيا كثفت العديد من المدن الصينية الكبرى قيود مكافحة فيروس كورونا في محاولة لمنع تفشي الفيروس بصورة كبيرة حيث أغلقت تشنشن المزيد من الشركات في حين فرضت داليان إغراقا على ملايين السكان وتعكس الإجراءات الجديدة إصرار الصين على ما يسمى بسياسة صفر كورونا التي تهدف للقضاء على كل تفشي عن حدوثه كثفت العديد من المدن الصينية الكبرى قيود مكافحة كورونا حيث أغلقت تشنشن المزيد من الشركات في حين فرضت داليان إغلاقا على ملايين السكان الأمر الذي جدد الضبابية المرتبطة بالاقتصاد وموعد بدء العام الدراسي في البلاد وتعكس الإجراءات الجديدة المقرر أن تستمر بضعة أيام فقط في الوقت الراهن إصرار الصين على ما يسمى بسياسة صفر كورونا التي تهدف إلى القضاء على كل تفشي عند حدوثه هذا وأغلقت لونج هو وهي منطقة في شنشن يبلغ عدد سكانها مليونين وخمسمات ألف نسمة العديد من أماكن الترفيه وأسواق الجملة وعلقت الفعاليات الكبرى وقالت سلطة المنطقة إنه يجب إظهار دليل على نتائج الاختبارات السلبية المتعلقة بكورونا في غضون 24 ساعة لدخول المجمعات السكانية كما يجب على المطاعم الحد من عدد العملاء بما لا يزيد عن 50% من طاقتها ومن المتوقع أن تنتهي القيود الجديدة السبت المقبل جاءت هذه التحركات في أعقاب إجراءات مماثلة تم الإعلان عنها وتغطي ثلاث مناطق أخرى أثرت على أكثر من 6 ملايين في تشنشن التي شهدت عدة تفشيات للسلالة المتحورة أوميكرون هذا العام وبينما لم يعلن المسؤولون في المدينة عن تأخير شامل للعام الدراسي الجديد قالت أسر إن المدارس أخترتهم بالتأجيلات وفي داليان وهي ميناء رئيسي في شمال شرق الصين مهم لواردات فول الصوية وخام الحديد دخلت المناطق الحضرية الرئيسية التي يبلغ عدد سكانها نحو ثلاثة ملايين نسمة إغلاقا يستمر حتى الأحد المقبل ويسمح للأسر بإرسال شخص واحد فقط للخارج يوميا لشراء الضروريات اليومية وفي مدينة تشينجدو جنوب غربي الصين علقت منطقتين العمل في العديد من الأماكن وألغت العديد من المجموعات السياحية وخططت لتأجيل بدء فصل الخريف الدراسي للمدارس وفي هونج كونج ارتفعت الإصابات ويتوقع مستشار الحكومة أن تصل إلى عشرة آلاف حالة يوميا هذا الأسبوع مما أثار مخاوف من أن السلطات ستشدد القيود التي تم تخفيفها مؤخرا قالت الحكومة الباكستانية أنها تحتاج أكثر من عشرة مليارات دولار لإصلاح وإعادة بناء البناء التحتية المتضررة جرأ الفيضانات المدمرة أو المدمرة الناجمة عن الأمطار الموسمية الغذيرة التي تعرضت لها مؤخرا يأتي هذا فيما أعلنت سلطات أن ثلث مساحة البلاد قد غمرتها مياه الفيضانات المزيد في سياق التقرير التالي ثلث مساحة باكستان أصبحت تحت الماء حاليا من جراء فيضانات عرمة هي الأسوأ خلال عقود أودت بحياة المئات وجرفت أعدادا لا تحصى من المنازل ودمرت محاصيل زراعية حيوية وتهدد بفيضان النهر الرئيسي في البلاد هيئة إدارة الكوارث في باكستان أفادت بأن أضرار الفيضانات طالت هذا العام أكثر من ثلاثة وثلاثين مليون شخص بينما لا تزال السلطات تسعى للوصول إلى قرى معزولة في الشمال بعدما اكتاحت مياه الأنهار التي فاضت عن ضفافها طرقا وجسورا والأمطار الموسمية التي تستمر عادة بين يونيو وسبتمبر أساسية لري المزرعات ولموارد المياه في شبه القارة الهندية لكنها تحمل سنويا كما من الضمار والمآسي ومع تحول بعض أقليم باكستان إلى برك مياه شاسعة كأقليم السند تواجه مروحيات الجيش صعوبات في نقل الأشخاص إلى مناطق أمينة في الشمال بسبب المخاطر التي تطرحها الجبال الشهقة والوديان العميقة على الطيران ومع إعلان باكستان طلب المساعدة الدولية انتشرت خيام يقيم فيها ألاف النازحين على امتداد الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية والتي غالبا ما تكون المواقع الجافة الوحيدة المتوافرة لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم في إسرياليون في انهيارات أرضية وفيضانات نجمت عن أمطار غزيرة يذكر أن الدولة الاستوائية الفقيرة تعاني باستمرار من فيضانات وانهيارات أرضية وقد أصفرت هذه الكوارث الطبيعية عن تشريد مئات الآلاف من السكان وتسببت بأضرار اقتصادية جسيمة على مدار العقدين الماضيين وفقا لبيانات البنك الدولي نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تجريف حديقة أنتونيادس بالأسكندرية وقطع الأشجار النادرة بها وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن حديقة أنتونيادس تعد من أهم الحضائق التراثية القديمة بالأسكندرية والتي لا يمكن المساس بها مشددا في الوقت ذاته على تنفيذ خطة شاملة لتطوير الحديقة ورفع كفاءتها وجميع الخدمات بها مع الحفاظ على كافة محتوياتها من التماثيل والنباتات والأشجار النادرة وذلك بهدف إعادتها إلى رونقها وطابعها التراثي الذي كانت عليه لتصبح بذلك مركزا طرفيهيا حضريا واكتماعيا بالمحافظة يشارك وزير الموارد المائي ورية هانيس ويلم في الأسبوع العالمي للمياه في العاصمة السويدية ستوكولم وأكد هانيس ويلم أن المشاركة في هذا المؤتمر تأتي حرصا على تحقيق التواصل والتنصيق مع مختلف دول العالم وذلك فيما يخص قضايا المياه وسبل التعامل مع مختلف التحديات التي تواجه قطاع المياه مشاهدين الكرام من جديد حيث توجهت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إلى مدينة بالي في اندونيسيا للمشاركة في الاجتماع المشترك لوزراء البيئة والمناخ لدول مجموعة العشرين وذلك لتسليط الضوء على التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجه البيئة والمناخ وأثارهما على استمرار مستوى المعيشة ونوعية الحياة للمواطنين واستمرار الحياة على هذا الكوكب وأكدت وزيرة البيئة أن الاجتماع الوزري سينقش ثلاث موضوعات هامة وهي التعافي المستدام وتعزيز إجراءة حماية البيئة البرية والبحرية وتعزيز التعاون لتعبئة الموارد للتسريع وطيرة العمل البيئي والمناخية مضحة أنه ستتم مناقشة دعم تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة كأحد الإجراءات التي تلعب دورا أساسيا في الجهد العالمي لتحقيق أهداف التنمية الجلم مستدامة قال وزير التنمية المحلية هشام أمنى إن مصر تضع التعاون مع دول إفريقيا على رأس أولوياتها في العمل الوطني وخلل استقباله لوزير المياه والصرف الصحي بمدغشكر أكد هشام أمنى أهمية زيادة مستوى التعاون مع دول القرطة الإفريقية خاصة في مجالات تدريب وتأهيل الكوادر المحلية في تخصصات العمل المحلي بمركز التنمية المحلية للتدريب في سقارة أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنى أن استضافة مصر للمرات الثانية للدورات العادية الرابعة لللجنة الفنية المتخصصة الثامنة للاتحاد الإفريقي تعكس دور مصر الرائد في القارة الإفريقية وتوضح حرص الحكومة على تعزيز العلاقات مع أشقائها أو أشقاء مصر في إفريقيا وتمت خلال الجلسة ناقشة خطط العمل لعدد من المبادرات للتعاون في تحقيق التنمية في إفريقيا كما ناقشت الجلسة التصديق على الميثاق الإفريقي للقيم ومبادئ اللامركزية والحكم المحلي والتنمية المحلية وإنشاء وتفعيل المجلس الأعلى لسلطات المحلية الإفريقية والاحتفال باليوم الإفريقي للخدمة العامة منتصف عام 2023 في ملف حياة كريمة وفي محافظة الإسماعيلية تحديدا شهدت قرية أم عزامة تابعة لمركز ومدينة القصاصين قيام قافلة طبية بالكشف المجاني على ما يقرب من 1700 مواطن ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأضمت القافلة كل التقصصات الطبية وخدمات تنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية وصيدلية تتوفر بها كل الأدوية كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراءات عمليات جراحية إلى المستشفيات نحن النهاردة متوجدين بعزمة صبري بإدارة الأساسين معي النهاردة تخصصات بطنة وجراحة وأطفال والنسة وجلدية وأنف وأذن بجانب إلى حالة المرضى بالتخصصات الغير متوجدة معي بالمجمع الطب وابو خليفة وبالتنصيق مع حياة كريمة للمستشفيات الجامعية النهاردة معي جهاز أشعة ومع ملدم وتفايلات بجانب وجود 90 صنف من العلاج بالسيدلية أكد وزير التجارة وصناع أحمد سمير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها أحد المشروعات القومية الاستراتيجية والتي تسهم في جذب الاتثمارات المحلية والعالمية وتوفير المزيد من فرص العمل وأشار وزير التجارة خلال لقائه رئيس الهيئة العامة لمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أشار إلى أهمية تعزيز جهود التنمية والتطوير المنطقة باعتبارها وجهة اتثمارية متميزة ومحوراً تجارياً وصناعياً ولوجستياً عالمياً ومن جانبه أكد رئيس الهيئة العامة لمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أهمية التوصل لحلول أكثر استدامة بالتعاون مع الوزارة وذلك للتسهيل نفاذ منتجات المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسوق المحلية أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر أن دولة تولي اهتماماً كبيراً بمشاريع الطاقة النظيفة وجاء ذلك خلال تتشين وزير الكهرباء لمشروع محطة توليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية بقدرة انتاجية 10 جيجا وط ساعة سنوياً في أحد المصانع المتواجدة بالمنطقة الصناعية الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تراجعت أسعار الذهب العالمي متأثرة بارتفاع دولار وفي الوقت الذي أثرت فيه أيضاً احتمالية رفع أسعار الفائدة الأمريكية لمستويات أعلى ولفترة أطول على جذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 13% إلى 1732 دولار وعشر سنتات للأوقية بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته منذ شهر عند 1719 دولار و56 سنتاً في الجلسة الصابقة كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 13% لتصل إلى 1744 دولار وعشر سنتات أنهت مؤشرات البورسة المصرية تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع جامعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين وسط تداولات مرتفعة وقد رضح فيها رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالسوق ما قيمته واحد وثلاثة من عشر مليار جنيه ليغلق عند مستوى وستمائة وتسعين مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر EGX30 بنسبة واحد من مئة في المئة ليغلق عند مستوى عشرة ألاف ومئة واثنتين وثلاثين نقطة كما زاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسط EGX70 متساوي الأوزان بنسبة اثنين وثلاثين من مئة في المئة ليغلق عند مستوى ألفين ومئتين وستة عشرة نقطة وصعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة أربعة وثلاثين من مئة في المئة ليغلق عند مستوى ثلاثة ألاف ومئة واربع وسبعين نقطة للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ حسام عيد خبير أسواق المال سيد حسام بعد التحية ما هو التقييم الأولي لأداء مؤشرات البورصة اليوم في ظل الارتفاع الجمعي لمعظم مؤشرات البورصة وطبعا في جلسة النهاردة أن التباين سيطر على أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية ولكن نجح المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في الإغلاق بالمنطقة الخضراء بسعود قدره تسع نقاط مسجلة مستوى إغلاق عند 10132 وده كان مدفوع بعمليات شراء من قبل المؤسسات المالية المصرية والأجنبية والعربية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر وهو 10 ألاف نقطة العمر الذي يدفع المؤشر إلى الصعود والإغلاق بالمنطقة الخضراء وتخليص خسائره الصباحية ولكن إن شاء الله يعني الإيجابي للأداء مؤشر واستفرار وأعلى مستوى الدعم الرئيسي 10 ألاف نقطة واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح مراكز المالية وزيادتها بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي ولكن الأمر كان في حالة تراقب وهدوء بالنسبة للمستثمرين أو المؤسسات العربية في ظل ارتفاع أو عزم الفدرالي وتأكيد رئيس الفدرالي الأمريكي على اعتزامه بمواصلة رفع مع معدلات الفائدة بأكثر من 2% قبل نهاية العام ده كان خالق أو وجد حالة من التراقب واليدوء بالنسبة للأسواق العربية بصفة عامة والأسواق المالية العالمية بصفة عامة وكان تأثير واضح جدا بتداولات الأسواق المالية العالمية بجلسة تداول يوم الجمعة الماضي وده كان ليه طبعا تأثير على أداء الأسواق المالية العربية لو تحدثنا عن الفدرالي الأمريكي وارتباطي ويعني ما يمكن أن يكون في الفترة القادمة من ارتفاع للفائدة بنسب متفاوتة وتأثير على القطاعات أيضا الرابحة لدينا هنا في مصر من خلال البرصات والتعاملات وأسباب الصعود ما هي القطاعات في وجهة نظرك سيد حسام المتوقع لها أن تكون في الواجهة يعني في الفترة القادمة هو طبعا يعني أنا أعتقد أن استمرار الفدرالي الأمريكي في رفع معدلات الفائدة في ظل اتباعه والسياسة الإنكماشية في ظل الأزمة الشيوسياسية التي بدأت منذ بداية العام وارتفاع العائد الخالي من المخاطر ده الأمر اللي بيانعكس سلبا على أغلب الأسواق المالية لتحويل أو اتجاه الأموال المستثمرة من الأسواق المالية تدريجيا إلى أدوات الدخل السابت في ظل ارتفاع العائد الخالي من المخاطر ولكن هناك تأثير إيجابي أيضا على بعض القطاعات بالأسواق المالية مثل قطاع البلوك وقطاع الخدمات المالية وغير المصرفين الذي سوف يتأثر إيجابا بهذه القرارات أو برفع معدلات الفائدة أو العائد الخالي من المخاطر لحصوله أو اتجاه هذه الأموال المستثمرة نحو هذا القطاع لزيادة استثماراته لقدرته على سد استحقاقات هذه أو استداد استحقاقات هذه العوائد المرتفعة في ظل ارتفاع العائد الخالي من المخاطر وأيضا بيعطي قوة لعملة الدولار من قبل العملات الأجنبية أعتقد أنه يكون فيه يعني عادة تسعير للأسهم بالأسواق العربية اليوم كان هناك سيد حسام تراجعا كبيرا في أسعار الذهب العالمية وده طبعا له تأثير مباشر وغير مباشر بأسعار الدولار كيف تقيم هذا الانخفاض في أسعار الذهب العالمية يعني هناك علاقة عكسية ما بين معدلات أسعار الذهب ومعدلات ارتفاع قمة الدولار وطبعا السياسات الانكماشية زي ما ذكرنا منذ قليل أن السياسة الانكماشية التي يتباحها لفبرالي الأمريكي برافع معدلات الفائدة وعزم رفع معدلات الفائدة منذ بداية العام بأكثر من ست مرات ده بيعطي قوة لقيمة الدولار وده اللي بينعكس سلبا على أداء أسعار الذهب عالميا وبيلتجه الذهب نحو المنخفاض عادة مقابل صعود الدولار عالميا وأعتقد أن احنا نشوف مزيدا من المنخفاضات بأسعار الذهب لخروج الأموال المستثمرة في المعدن النفيس وتحولها تدريجيا للأدوات الدخل السابت في ظل ارتفاع العائد الخالي من مخاطر مع استمرار الفدرالي باتخاذه السياسة الانكماشية ورفع معدلات الفائدة لدعم العملة الأمريكية في الأزمة الجيوس الساسية طيب أخيرا أخيرا سيد حسام ما هي طاقاتك لجلسات نهاية الأسبوع غدا وبعد غدا إن شاء الله يعني استفرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي لعشر تلاف نقطة ده أمر إيجابي جدا لأداء المؤشر ويدفعه إلى استعادة مستوى المقام الرئيسي وهو لعشر تلاف ومتين نقطة وده هيكون مدعوما ومدفوعا باستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية باشتراق وفتح المراكز المالية بالأسهم القادية في القرب من مستوى الدعم الرئيسي وإن شاء الله نشوف استعادة لمستوى المقام الرئيسي أيضا الثاني اللي هو العشر تلاف وربعمية مع عودة قشاط الأسهم القادية مرة أخرى ووضوح الرؤية العامة للأسواق المالية بصفة عامة بعد إعلان الرئيس رئيس الفدرال الأمريكي بمواصلته اتباع السياسة ومواصلته رفع معدلات الفائدة بالولايات المتحدة إذن سنكون الجميع في أسواق المال في انتظار ما ستسفر عنه اجتماعات الفدرال الدولة كل الشكر والتقدير الخبير في أسواق المال حسام عيد كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا أعلنت جمعية تيرول الفنون افتتاح سينما أمبير بعد 28 عاما من الغياب لتتحول إلى المصرح الوطني اللبناني كمنصة ثقافية حرة مستقلة للمواطنين وأشارت الجمعية إلى أنه سيتم تنظيم ورش تدريبية ومهرجانات وعروض فنية متنوعة المزيد في سياق التقرير التالي بعد إغلاق استمر 28 عاما أعيد افتتاح أحد أقدم المسارح السينمائية في مدينة ترابلس بلبنان ليتيح للجمهور دخول السينما والمصرح مجانا في ثاني أكبر مدينة بالبلاد وتعاون لحو 25 متطوعا من شمال لبنان وجنوبه على مدى ثمانية أشهر لتجديد سينما أمبير التي كانت مغلقة لأعوام حيث تم تجديد ثلاث قاعات أخرى للسينما والمصرح في جنوب لبنان من بينها السينما ريفولي التي تعتبر الآن المصرح الوطنية اللبنانية في مدينة صور السينما أمبير هي جزء من المصرح الوطني اللبناني سلسلة عم تنتد تطولون طبع لبنان والفكرة منها نشر المصرح وإعادة أحياء المصرح تحتى يقدروا العالم بالأزمة يحسوا حالهم إن في مطرح لقلهم بيقدروا يعبروا فيه يطلعوا فيه على المصرح يكون فيه أفكار جديدة يكون فيه أوتلت لمشاعرهم للاسترس اللي عم يعيشون وبحسب قاسم إسطنبولي مؤسس المصرح الوطني اللبناني الذي يسعى إلى إتاحة منصات ثقافية حرة ومستقلة في البلاد فإن السينما أمبيرا هي الآن أقدم سينما مفتوحة في لبنان يعني إعادة هذه السينمايات هي بتشكل زاكرة المدن هي بتشكل هوية وهيدي السينما هلها بترابوس هي أقدم سينما فاتحة بتاريخ لبنان فهيدي أهميتها وأهميتها أنها مفتوحة للناس والأهمية أنها عم تعمل لقاء بين الشمال والجنوب يعني الشباب اللي قاموا بعملية إيه لدي السينما هني شباب من صور من نباطية من صيدة وشباب من الشمال لبنان التقوا مع بعض واجتمعوا ليعملوا عائلة وهالعائلة قدرت أنها تشتغل على مدارة 8 شهر ونأهل هذه السينما واليوم عم تفتح بتظاهرة مسرحية هذا وعبر الحاضرون ومعظمهم من سكان ترابلوس عن سعادتهم بانطلاق النسخة الأولى من مهرجان ترابلوس المسرحي الدولي بسينما أمبير تمر اليوم ذكرى وفاة أديب نوبل نجيب محفوظ والذي أثر الحياة الثقافية بمؤلفاته العديدة توجه محفوظ بجائزة نوبل يصبح الأديب العربي الوحيد الذي يحصل عليها تأكيدا على دوره المهم والمؤثر في عالم الرواية العربية المزيد في سياق التقرير التالي أني أقمت حياتي في الدنيا على أساس الحب حب العمل وحب الناس وحب الحياة وأخيرا حب الموت واحد من أهم الأدباء العرب خلال القرن العشرين إن لم يكن أهمهم على الإطلاق إنه نجيب محفوظ التي تحل اليوم ذكرى وفاتى والواقع أن الوظيفة لعبد تور هام جدا في حياتي كانت بساطة الوظيفة من أسباب توفيقي في الأدب ولد محفوظ في القاهرة في الحادي عشر من ديسمبر من عام ألف وتسماء وأحد عشر أمضى طفولته في حي الجمالية العريق فتشكلت شخصيته من عبقي مولانا الإمام الحسين ومنطقة الغورية التحق محفوظ بجامعة القاهرة في عام ألف وتسماء وثلاثين وحصل على لصانس الأداب قسم الفلسفة وشرع بعدها في إعداد رسالة الماجستير عن الجمال في الفلسفة الإسلامية ثم غير رأيه وقرر التركيز على الأدب وقع أن كنت دائما مع المرأة وحفوظها لأنني مع حقوق الإنسان أموما فلا يمكن أن أكون مع حقوق الإنسان وأحرم نصف البشرية من هذه الحقوق بدأ محفوظ الكتابة في منتصف الثلاثينيات وكان ينشر قصصه القصيرة في مجلة الرسالة وبدءا من عام ألف وتسمائة وخمسة وأربعين بدأ خطه الروائي الواقعي الذي حافظ عليه في معظم مسيرته الأدبية برواية القاهرة الجديدة ثم خان الخليلي وزقاق المدق والثلاثية كتب محفوظ الرواية الاجتماعية والسياسية والفلسفية وجسدت أعماله حياة الطبقة المتوسطة فعبر عن همومها وأحلامها وأصبح العربية الوحيد الذي استطاع أن يحصل على جائزة نوبل في الأداب في عام ألف وتسمائة وثمانية وثمانين في أكتوبر عام ألف وتسمائة وخمسة وتسعين تعرض لعملية طان على يد أحد المتطرفين بسبب روايته ونجا من الحادث وفي مثلي هذا اليوم من عام 2006 توفي عن عمر النهزة أربعة وتسعين عاما تاركا وراءه العديد من الأعمال والمؤلفات الثمينة في الأدب العربي وعودة إلى الخبر الأبرز حيث استقبل الرئيس عبدالفتاح سيسي السيد كلاوديو ديسكاليزي الذي رئيس التنفيذي لشركة إني الإيطالية للبترول وعدد من مسؤولي الشركة بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير البترول والطروة المعدنية صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن لقاء تناول استعراض نشاط الشركة الحالية والمستقبلي في مصر في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتعاون في مجالات مشروعات الطاقة المتجددة ترسيخا لتحول مصر لمركز الإقليمي لطاقة بمختلف أنواعها بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية نشرة الثالثة من التلفزيون المصري ولم يتوقع فيها سوى أن نذكر حضراتكم بأهم العنوان خلال اللقائه مسؤولي شركة ستيلانس العالمية مدبولي يؤكد أن توطين صنعت سيارات على قمة أولويات الدولة بعد دعوة الصدر لأنصاره بالانسحاب رفع حضر التجوال في جميع أنحاء العراق والقاظمي يجدد دعوته للحوار بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصل قييف واحتدام المعارك بين الجيش الروسي والقوات الإكرونية بخيرصان وميكو لايف ختم نشرة الثالثة دمت انفرعية الله وأمنه شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة